طيب دكتور جمال كيف تعاملت مصر سياسيا مع هذا الأمر من أكتوبر لحد دلوقتي؟ أنا بقول أن مصر طبعا بتعتبر هذه القضية هي قضيتها الأساسية يعني هي قضية السياسة الخارجية الأساسية إذا كنا نتحدث عن قضايا للسياسة الخارجية المصرية أنا باعتبر أن هذه هي قضية أساسية قضية يعني مصيرية وأقول أنها قضية مصرية لأنها الخطر اقترب من الحدود المصرية مع فلسطين ولا سيامة بعدما كان هناك مخطط لتهجير أهالي غزة إلى سيناء وأحبطت مصر هذا المخطط وبالتالي أيضا مصر دعت لأكثر من مؤتمر لدعم غزة أو لحل أو لإيجاد طريقة لوقف إطلاق النار لكن هذا أيضا لم يجد لم يستطع أن يثني إسرائيل عما هي معازمة علي من خلال يعني أنا بقول أن مصر هي الدولة العربية أو الدولة الإسلامية هي الأكثر اهتماما بهذه القضية وهي الأكثر هي الدولة التي تقدم الدعم هي الأكثر الدولة يعني معنية بمسألة المفاوضات سواء كانت المفاوضات المباشرة أو المفاوضات غير المباشرة مصر دائما بتتحدث باسم فلسطين يعني مصر ليس تتحدث باسم فلسطين وليست يعني ليست وسيطة مصر هي شريك فيما يعني إذا كانت الولايات المتحدة هي تتحدث باسم إسرائيل فمصر هي بتتحدث باسم فلسطين في خلال جولات المفاوضات التي جرت ومزالت يعني بتجري في الوقت الحالي 325 يوم أو ما يقارب من 325 يوم من الحرب والقصف المستمر على غزة إيه اللي ممكن يجبر إسرائيل على التوقف الآن نحن نتكلم على قرابة 11 شهر حتى يومين هذا يعني بعد شهر أسنة اللي يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار هو يعني شيئين أن صمود المقاومة وأن تكيل المقاومة مزيد من الضربات إلى الجنود العدو أو الجنود الإسرائيليين أو الضغط الأمريكي يعني أو يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن توقف في الحرب غدا فسوف توقفها لكن نحن أمام إدارة ضعيفة إدارة مترددة إدارة بتفتح خزائن الأموال وترسانات أسلاحتها لبن يمين نيتنياو وبتدعي من حين إلى آخر بأنها بتمارس ضغطا على إسرائيل بنجد وزير القارجية أنتوني بلينكين يعني بيتردد على المنطقة أكثر من تسع أو عشر مرات دون أي جدوة في أمام التعنط الإسرائيلي وأمام يعني المراوغة الإسرائيلية الهدف إيه تضيع الوقت الزيادة إلى أن تلملم أوراقها هذه الإدارة؟ هي هو إسرائيل بتعتبر هذه المفاوضات نوع من المضيعة للوقت لأنها في ظل هذه الإدارة لن تستطيع أن تحصل أكثر مما حصلت عليه فبالتالي هي بتريد أن يكون هناك إدارة جديدة هذه الإدارة الجديدة تستطيع أن تبتز هذه الإدارة الجديدة وتحصل على مزيد أكثر مما حصلت عليه في ظل إدارة جو بايدن